دور السوبر في كرة السلاس سيدات زي وزي الرجال 16 فرق الأول بيلعب 16 التاني بيلعب 15 وهكذا بيلعبه في دور 16 بيستوف 3 اللي بيكسب مبرايتين بيتأهل لدور التمانية أو بيبقى في التمانية الكبار اللي بيلعبه بعد كده رايح جاي عشان يحدده مين الأول ومين التاني ومين الغاية التامن عشان يلعبه البلاي اوف الحقيقة شكل الدوري بالشكل ده بقى له سنين ما تغيرش واللي عرفناه من الكواليس ان لجنة المسابقات مع مجلس إدارة الاتحاد بيدرسوا تغيير النظام المسابق والحقيقة أنا مع ده البلاي اوف زمان كان مفيد او يبقى مفيد لو عندك 8 فرق بتنافس وبرضو 8 فرق اقل انما زمان كان الدوري اقوى ليه اقوى؟ لانه انت كل الفرق بتبقى في المنافسة حتى النهاية يعني النهاردة في البلاي اوف لما تلعب في دور التمانية اوما التمانية الكبار الاول بيلعب التامن بيستوف تري او بيستوف تري او بيستوف فايف واتيفر اللي بيلعبه اللي بيخسر خلاص برة بتلاقيه لسه على الموسم شهر ونص او شهرين هو ما بيلعبش فانت خسرت النهاردة لغا ما تقصى للفاينال هم فرقتين اللي بيلعبه والباقي كله قاعد في البيت ده برضو مش صح الان بيه نفسه؟ الان بيه نفسه فيه منمام مطشط لازم تلعبه يعني فيه الشرق والغرب وبتلعب وبعد كده بيعملوا بطل الشرق وبطل الغرب وبعد كده بطل الشرق وبطل الغرب يلعبوا بعض على النهائي طيب الوضع ايه والدنيا ايه؟ الوضع انه لازم شكل مسابقة دور السوبر في كرة السلة تتغير عشان النهاردة انت لازم تدي فرصة لكل الفرق ان يبقى عندها امل اللي انا شايفه الاقرب انه يبقى فيه 16 فريق وتلعب رايح جاي وبعد كده ممكن رايح جاي وبعد الرايح جاي تعمل دورة مجمعة مثلا تحسب الدورة من اول اربع فرق موجة نظري هم بيدريسوا دلوقتي بيشوفوا ايه الافضل وايه الاصلح بس الشكل المسابقة بنسبة كبيرة جدا هادو غير النادي الاهلي عنده مين في الفرقة سواء دور الستاشر في السيدات هيلعب ان شاء الله الطيران في دور الستاشر الطيران خد المركز الخمستاشر واحنا خدنا المركز الثاني في دورة المرتبط بعد نادي سبورت هنلعب اول ماتش يوم الثلاث اللي جاي عاصلت الشهداء باهل الجزيرة هيكون الساعة ستة بإذن الله طبعا مفيش مرتبط مفيش مرتبط خلاص مرتبط عمل اللي عليه وانتهى ودور المرتبط انتهى طيب بعد ما تخلص دور الستاشر التمانية الكسبانين هيطلعوا فوق والتمانية الخسرين هنزلوا تحت التمانية الخسرين هلعبوا على الهبوط اخر فرقتين السابع والتامن من تحت اللي هما هيبقوا تقريبا خمستاشر والستاشر بقى كترتيب اوفرول يعني هيبقوا هما اللي هنزلوا هيصعد مكانه اتنين من تحت من دور الدرجة الاولى والتمانية اللي فوق يلعبوا راح جاي عشان يترتبوا من الاول للتامن وبعد كده نعيد نفس القصة الاول لعب التامن والتاني لعب السابع وهكذا دور السوبر للسيدات يعني برضو اتوقع المنافسة اهلي سبورتينج مفيش جديد بس لازم الاهل يأخذ باله ولازم الاهل يبتدي يوقف على رجلهم تاني النهاردة نادي سبورتينج فاس بالبطولة الافريقية التاني مرة على التوالي بعد ما نظمها نادي سبورتينج فالنهاردة نادي سبورتينج اصبح نادي يعني من الاندياء الكبار مش اصبح وطول عمره نادي من الاندياء الكبار بس سموسم ده هو بيعلن عن نفسه هو بطل دوري مرتبط والنهاردة بطل افريقيا لسنة التانية في وجود فرق أنجولا فالنهاردة احنا عندنا مشكلة فلازم النهاردة فريق كرة السلة سيدات المكسب مش هيكون بالسهل عندنا نجوم ولكن لازم تعب في الملعب لازم جهد في الملعب لازم شغل في الملعب مهم جدا نحن نركز لانه نادي سبورتينجس عطشان بطولات السنة الفات ما تطلع موسم صفري فالسنة دي هو بيدور على خمسة من خمسة زي ما انت دورت على خمسة من خمسة السنة الفات محتاجين تركيز محتاجين من ركز في حاجة غير الموسكت ان شاء الله الدنيا تبقى أحسن وبإذنك يا رب الفريق ده كلنا ثقة في الجهاز الفني كبتن طريق خيري واللعبات بإذن الله